السلام عليكم اعزائي مشاهدي قناة زيروتو هيرو تيك اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة ان شاء الله هنتكمل مع بعض الجزء التاني الخاص بالحلقة بتاعة الشاشة الزرعة لو انت ما كنت شوفت الجزء الاول ممكن تبص على ايها جديد وقت موجود عندك في الكارت فوق او هتلاقيه في الوصف الخاص بالفيديو ما تنساش شوف الحلقة الاخر ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة واعمل لايك واعمل شير ونكده مع بعض الشرع في الحلقة اللي فاتت شفنا مع بعض الحلول وفي الحلقة ديت ان شاء الله هنكمل البقاء زي ما اقولنا ممكن تكون المشكلة الي بدح لان شاشة الزرعة ممكن تكون المشكلة في الهاردوير ممكن تكون المشكلة في الهارد ديسك ممكن تكون المشكلة في الرام ممكن تكون المشكلة اللي موجود عند حضرتك نتيجة انك انت سطبت برنامج جديد وبرنامج ده وتعمل لك مشكلة في الجهاز ممكن تكون المشكلة نتيجة ان الجهاز جعله فيروس والفيروس ده اثر على الملفات الخاصة بالويندوز اللي موجودة بتاعة البوتينج بتاعتك او في السيستم عامة ممكن تكون ان انت حضرتك عملت اغلاق غير سليم شدت الفيشة وتشغل على الجهاز فحصل كراش في الويندوز ممكن تكون حضرتك نزلت تعريف جديد للهاردوير عندك والتعريف دوت مش كومباتابول او مش متوافق مع السيستم بتاع حضرتك ممكن يكون انت عملت للويندوز والابديت ده عمل كراش وبرضه قلنا ممكن لو انت عملت الابديت الابديت يصلح المشكلة ده اعت شاشة زرقة اللي تلعت عندك هنشوف مع بعض كل الكلام دوت ونرجع مع بعض ونكمل الاجزاء اللي نقص عندنا تعالوا الاول نشوف لو احنا عندنا مشكلة في الميموري بتاعت الجهاز ازاي يقدر اعرف ازا كان الجهاز بتاعي في مشكلة ولا لا الموضوع بمنطقة البساطة انك انت ممكن تيجي على الويندوز نفسه من الويندوز نفسه بطريقتين الطريقة الاولانية من جوا الويندوز وطريقة تانية عن طريق الستوان البوت بتاعتنا الطريقة الاولانية ان هنا حاجة هنا من عند start واكتب mem هيتطلع لك حاجة اسمها ويندوز ميموري دياجنوستيك هدوس عليها tab click هقول له حضرتك check your computer for memory problems هل انت عايز تعمل فحص للكمبيوتر بتاعك او للجهاز بتاعك عشان مشاكل الرامات هقول له restart now and check for problem مجرد ما بدوس عليها start now الجهاز بتاعها راستر ونشوف هيحصل ايه بمجرد ما راسترنا الجهاز هو already بدأ يعمل memory check دايما انت شاف قدامك الموضوع دوت بياخد يا جماعة وقت شوية ممكن ياخد له من 6 ل 10 دقايق وبعد كده بيطلع لحضرتك اذا كان لأ في مشكلة ولا لأ بتلاقي عندك في الجزء الخاص ب status موجود هنا وقت لغاية دلوقتي no problem have been detected yet مفيش لسه مشاكل ظهرت وبيقول لحضرتك خلي بالك ان لو انت حاسيت ان الجهاز بتاعك هنج او ان هو ما بيستجبش لا هو already test شغال في خلفية الجهاز او في ال background والwindows مجرد ما بيخلص التست دوت بيعمل start طبعا احنا هنجر الموضوع شوية علشان نقدر نشوف النتيجة بتاعتها ايه دلوقتي بمجرد الجهاز ما خلص الموضوع بتاع memory test وعمل booting هنشوف دلوقتي هل في مشاكل تلقيت في الميموري ولا لأ طب اعرف اذا كانت في مشكلة تلقيت في الميموري ولا لأ حضرتك بتيجي من عندك هنا هوت في الجزء بتاعة search بتكتب event event بيطلع لك هنا event viewer تدوس علي click هتيجي بعد كده هنا عندك في windows log هتلاقي عندك هنا system هتدوس على system right click click y mean وتقول له find وتكتب memory diagnostic memory memory diagnostic زي ما تشاهد كده كلمة واحدة بنجر مسافات هتلاقي هو ايه عمل highlight او علم على الجزء الخاص في اللونج بالميموري diagnostic result النتيجة بتاعت الاختبار ايه فبقول لك windows memory diagnostic test the computer's memory عمل اختبار الميموري بتاعت الكمبيوتر للرامات و detect no errors مفيش اي مشكلة كده انا الجهاز بتاعي الويندوز او كده الجهاز بتاعي الميموري بتاعه مفهوش اي مشكلة زي ما احنا شوفنا دلوقتي مشكلة الرام قريدي اما عملنا فحص للرامات عندنا على الجهاز طلعت ان الرامات مفيش فيه اي مشكلة الحمد لله طيب لو في حالة لو انا طلع عندي اي مشاكل وتلعت في عندي errors موجودة عندي في الرام الافضل بالنسبة لك ووجهة نظري انك انت حضرتك اول حاجة تعملها انك انت تنظف الماثر بورد بتاعتك بتجيب فيه عند حضرتك من عند اي حد بتاع الكترونيات آآ الدابيو دي فورتي تمام وبتبدأ تخلع الرام وبتبدأ سيادتك الاول تنفخ بلاور جوة الجهاز شانت نظفه من الطراب وبا كده تبدأ ترش دي دا بي فورتي دوت على الرام وتبدأ ترشه برضو في الجزء الخاص بالبنك بتاعها على الماثر بورد وتجرب تاني انك تعمل نفس التست تاني لقيت ان مشكلة هي هي بقى لازم الرام ساعاتها تتغير بتجيب رام تاني جديدة مكان الرام البيضة دي طيب لو انا دلوقتي عندي بقى مشكلة تلعتش في الرام الرام تلعت سليمة هنعمل ايه في الجزء اللي جاي هنشوف المشكلة ممكن تكون من الهارد ديسك ولا لا هل الهارد ديسك عليه بات سيكتورز ولا مفيش عليه بات سيكتورز طب انا عارف منين ان الهارد ديسك يعني بات سيكتورز ولا لا هنستخدم الاستوانة بتاعتنا اللي بنستخدمها كل مرة وهي الهيرن هتلاقي طبعا في فيديو ظهر قدام حضرتك ازاي تقدر تشتغل مع باستوانة الهيرن وازاي تقدر تحملها وهتلاقي اللينك بتاع التحميل بتاع الاستوانة هدك في الوصف بتاع الفيديو انا نزلت الاستوانة طبعا وبودت دايما انا قبل كده في الشرح السابق هنخش انهوت عندنا على الجزء الخاص بيوتيلتي هنلاقي في عندنا حضرتك حاجة اسمها هارد ديسك تولز هنخش في هارد ديسك تول في عندك حاجة اسمها الدياجنوستيك هنخش على دابيو دي دي تا لايف جارد دياجنوستيكس داي برنامج عاملها شركة تويسترين ديجيتال بادوس على اي اكسيبت نيكست هيبدأ يرن عندك دولاتي في الباكجراوند ويفتح معاك تمام ادي الهارد ديسك بتاع حضرتك اي هارد ديسك فيهم بتقوله رن دياجنوستيك وتقوله بعد كده اكستيند تيست اكستيند تيست او اكستيند تيست ده بيعمل عملية فحص لكل اللي موجودة عندك على الهارد ديسك ويطلع اذا كان الهارد ديسك بتاعك فيه مشاكل ولا لا بس طبعا ده بياخد وقت طويل جدا فمجرد بقول له استارت هيقول لحضرتك خلي بالك ما تفتحش اي داتا موجودة على السي او دي طبعا هو الدي احنا مش شغالين هنا هوت على الويندوز احنا شغالين من الهرن فبقول له اوكي هيبدأ يعمل ايه الاكستيند تيست ويبدأ يشوف ايه الهارد ديسك بتاعك فيه مشاكل ولا لا لو لا ان الهارد ديسك بتاعك فيه مشاكل هيطلع لحضرتك المشاكل بتاعتك ايه وهل يقدر يحلها او ما يقدرش يحلها نشوف مع بعض ايه لا يحصل خلي بالك الموضوع ده كان ممكن ياخد من ساعتين لتلات ساعات او ممكن ياخد وقت طويل جدا عندك ممكن ياخد اليوم باكمله علشان يشوف اذا كان في عندك مشاكل عندك في الهارد ديسك بتاعك ولا ما فيهوش هنستنى الغات لما يخلص ونكمل مع بعض الشرح التعم زي ما احنا شايفين كده هو خلص التست دلوقتي واردي طالع مفيش اي ايرز موجودة عندك وعمال لك عمالة تشيك معا كده ان الاردي مفيش مشاكل في الهارد ديسك دوت زي ما احنا شوفنا كده الهارد ديسك بتاعنا احنا عملنا له تشيك وتأكدنا ان الهارد ديسك بتاعنا مفيهوش في اي بات سيكتور اللي هنعمله بعد كده يا جماعة ان احنا نشوف اي برنامج احنا سطبناه على الجهاز مؤخرا لو في عندك اي برامج انت مسطبها على الجهاز مسلا ولاحظت ان انت بعد ما سطبت البرنامج ده بدأت الشاشة الزرقة تظهر عندك ممكن بمنطقة البساطة تخش على وتعمل له طبعا ممكن بطريقة بسيطة جدا هتخش هنا على تخش على من عندك اهو تمام وبعد كده تخش على وبعد ما تخش على بوك تشوف اي برنامج انت كنت مسطبه لسه اخر حاجة انت مسطبه امتى احدى استريخ وتقول له وتقول له وتشيري البرنامج اللي ممكن يكون عامل لك مشكلة وجرب برضه انك تعمل ايه مرة تاني طيب لو احنا افترضنا انك انت بتحاول تخش على الجهاز اصلا والجهاز ما بيخشش يعني انت قردي احنا شوفنا مع بعض ان انا اقدر استخدم السطوانة بتاعة الويندوز عشان اقدر اخش على مود واقدر اشتغل من عليه تمام طيب الجهاز بتاعك اصلا ما بيخشش في الحالة دي تنادر نشتغل من حاجة اسمها السيف مود طب السيف مود ده بنشتغل عليه ازاي كل الحكاية انك هتفتح الجهاز وتقفله تلات مرات يعني كل ما الجهاز يفتح تقفله كل ما يفتح تقفله كل ما يفتح تقفله هنشوفها ازاي مع بعض دلوقتي ادي الجهاز وهو هي راستر. عشان تقدر بتخشع على هتام بيقول اللي هنعمله ان احنا هنضطر ان احنا هنراستر الجهاز تلات مرات وارا بعض. كل ما الجهاز يفتح من الوحداث على زر الريسيت. اول ما يفتح ما يوصل لشاشة البوت او راحتها سريسيت. هيطلع بعد كده قدام حضرتك الشاشة اللي اسمها سكرين. دلوقتي اللي هي قدامك ديت. بعد ما بادوس على ايها بادوس انتر. او بادوس على انتر بيطلع لك الشاشة اللي قدامك. بادوس على ترابل شوت. بختار ستارت اوب سيتنج. هنا اريدي بيقول لك انيبل ستارت اوب سيتنج الخاصة بي اسف مود بقول له ريستارت بيطلب مني ان انا او مهام الريستارت هيفتح معي على شاشة بتاعة الويندوز. مجرد ما بيعيد التحميل تاني. قعد التحميل زي ما انت شايف قدامك قدامك وكذا موجودين كلها خاصة بالادفانس انا بختار اول واحدة خاصة بس موجودة قدام حضرتك. بدوس انتر. بيبتح عندي الويندوز على السيف مود سكرين. هتلاقي الشاشة بتاعة بتاعتك عبارة عن شاشة ذي الويندوز بالزبط يطلب منك الوزر نيم والباسورد اللي بتخش بيوم عادي جدا. تمام? وحضرتك كل اللي بتعمله بقى انت هتقدر تشوف هتعمل ايه? هل هتبدأ تشيل برنامج? هل هتقدر تشيل هاردوير ايه اللي هنعمله بالزبط. بختاري الاكاونت اللي انا بلوديم بيه وبكتب الباسورد بتاعته. الجهاز تحمل معك زي ما تشايف قدامك. هتبلك في الاركانة اهو. كده الويندوز شغال معك باقل امكانيات ممكنة. طيب انا امتى اخش لو انا قريدي دلوقتي اعاد اشيل برنامج او عايز اشيل تعريف عمال لي مشكلة في الجهاز. باجي عشان اشيل التعريفات بتاعت الجهاز بطريقة بسيطة جدا. يمين على ماي كمبيوتر واختار واجي بعد كده على اشوف التعريفات اللي عمال لي مشاكل واشيلها. تمام? يعني مسلا لسه كنت هنا معرف كارت الصوت وبعد ما معرفت كارت الصوت مسلا حصلت المشكلة. فاكي عندي تعريف مسلا كارت الصوت وارح شايل التعريف بتاع كارت الاوديو بتاعي. او ان انا اشوف مسلا فيها عندي مشكلة في الموقع بتاعت في كارتن الفيجا. اقول له اصمحت كليك يمين اقول له ديسبلي اقول له اصمحت واعيد تعريفه تاني. تمام? كده اللي بعمله ما بيأثرش في السيستم بشكل كبير. يعني كده ما بيعملش اي مشكلة في السيستم بشير التعريفات اللي عاملالي قلق وعملالي مشاكل. وبعد ما خلص اقول له انه سمحت الستارت. وهنشوف الجهاز هشتغل معي او لا لا. زي ما احنا شفنا دلوقتي الويندوز حمل معانا مفيش اي مشكلة. وفي الوقت دوت لو عندك مشكلة في الهاردووير بتاعك سواء كارت شاشة او كارت صوت. في الوقت ده هنحتاج ان احنا ننزل التعريف بتاعها من على الموقع الرسمي الخاص به. وحاول دايما باستمرار تخش على المواقع الرسمية بتاعت الدرايفرات بتاعتك وتحاول تنزل اخر اصدارات دايما باستمرار. علشان بيكون فيها تحديثات وبيكون فيها ابدات كتيرة جدا. خاصة لو انت بتعمل ابدات للويندوز دايما باستمرار. هنشوف مع بعض بقى دلوقتي لو انا عندي فيروس او انا شاك اني في عندي فيروس عالجهاز. اقدر اتعامل مع الموضوع ده ازاي. خلي بالك اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي هيبقى برضو موجود في الحلقة الجاية ان شاء الله اللي هنتكلم فيه عن الرنسوم وير. ويبقى ده برضو احد الحلول اللي احنا بنستعمله علشان نقدر بنصلح المشكلة بتاعت الجهاز بتاعك من الفيروسات. عايز اقول لك ان فيه شركة حلوة جدا ممتازة جدا وانت فيروس اسمه ممتاز جدا. اسمه كاسباريسكي. تمام? شركة دي اتعامل اه حوالي حجمها ربعمائة وخمسين ميجا بتنزلها من على النت وبتحطها على ديفي دي او تحطها على فلاشة وتبوت منها. الاستوانة دي رائعة جدا وبتحل مشاكل كتير جدا. هنعملها ازاي? كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنجي على الويب سايت بتاعهم وبنعمل بتاعتهم. كل اللي بنعمله ان احنا بنجي على جوجل وبنكتب كاسبر. تمام? هتلاقي عندك طبعا في الاول لينك موجود قدامك اهي. كليك عليها. هتيجي بعد كده على كلمة هنا. دوس على بعد كده بتيجي تحت خالص. هتلاقي عند حضرتك النهوات مجموعة موجودة اهي. بعمل لغاية ملاقي وتدوس على او ما بدوس على تفريد. وبخش هنا بقول له ايه? ناو هي بتعمل تحميل دلوقتي عندك. وبتعمل الجزء ده ما فيقاش فيه اي مشكلة بعد كده. بعد ما نزلت السورس بتاعي السورس بتاعي اهو نزل ما فيش اي مشكلة فيه عبارة عن ايزو فايل. دوت بقدر ان انا احرقه بعد كده على فلاشة او على دي في دي ما انا عايز. لو انت مش عارف ازا تعمل الموضوع دوت هتلاقي فيه عندك فيديو الخاص بازاي احرق ويندوز على فلاشة موجود قدامك. هتعمل نفس الخطوات دي برضو مع السورس دوت. هتحاول بالوقت نبوت منه ونشوف نقدر نعمل باسكان ازاي. بمجرد ما احنا بوتنا من الاسطوالة بتاعة الكاسبر هيتلاقي اول اختيار قدام حريبك اتعايز اللغة انجليزي ولا روسي. بتطلع بالاسهم فوق وتحت. وبختار انجليش. بعد كده بختار اول اختيار عندك اللغة كاسبر رسكيو ديسك. انتر. وسيبه لغاية ما يحمل. هو يحمل عندك نظام زي اللينكس بالزبط. تمام? وهيطلع لك شاشة عليها ايقونات تقدر تتحكم فيها في عملية السكان. عايز اقول لك ان هو ده قوي جدا وفعال جدا وبيلاقي اي حاجات كتير جدا. وبيحل مشاكل كتير قوي. ممكن تستخدمها في جهازك او اي جهاز بعد كده كشاشة سيوناليك يعني. بياخد شوية وقت وبما بيحمل انتظر لغاية ما يخلص ويطلع لك ايه الديسك توب بتاع اه الاستوانة اللي هتشوفو دلوقتي. زي ما تشاف قدامك تلعت قدامك الشاشة ديت اللي هي بتاعت الاجريمنت او اللايسنس بتاعت الانتفيرس طبعا هي فري. بادوس على برضو في اللي تحت انت اكسبت ده على كل ديت. وقول اكسبت. خلي بالك لات نكون جهازك وصل بالانترنت وموصل كابل الانترنت على جهازك. هو بمجرد ما انت بتكون مواصل كابل الانترنت هو بيحس بوجود انترنت عندك. ولو احتاج ابديت هيطلع لك الشاشة اللي تقدر تعمل منه الابديت. بمجرد ما بيعمل دلوقتي تشغيل اللي هو هتلاقي الشاشة بتاعت قدامك. وهو لو احتاج ابديت للانتفيرس هيطلب منك ابديت الانتفيرس. بما اننا منزلين اخر استوانة ولسه دي استوانة جديدة فبالتالي مش هيطلب منك تحديث دلوقتي. لكن لو انت استقبلت الاستوانة ديت فترة طويلة بعد كده هيطلب منك تحديثات علشان ينزل اخر للفيروسات الجديدة. تمام? ممكن اقول له هنا لو سمحت ادي كده الشاشة تلعت قدامك. ممكن اقول له لو سمحت انت عايز تعمل على ايه? هو هنا قريدي اعمل على الويندوز زي ما انت شاف قدامك. والبوت سكتور. ممكن اقول له والله وتعمل على كل بتاعك من اقول له الاخر وتقول اوكي وتقول له ستارت اسكان. هيبدأ يعمل اسكان على الجهاز بتاعك. ويتأكد ان الجهاز ما فيش فيه اي فيروسات. ولو لقى فيروسات هيبدأ يعمل او يبدأ يعمل او ديليت. حسب الاصابة اللي بيلاقيه. بمجرد هو ما بيبدأ دلوقتي يعمل اسكان على السيستم بتاع حضرتك. وممكن يلاقي طبعا فيروسات موجودة عندك على السي او موجودة عندك في البوت سكتور. ساعتها هيبدأ يطلع لحضرتك الحلول اللي ممكن تتخذها تجاه الفيروسات دي. طيب لو انا دلوقتي ما لقيتش اي فيروسات او ما لقيتش اي مشكلة من ناحية الفيروسات يبقى الحل اللي بعد كده يا جماعة هنحتاجه انك انت تبدأ تعمل ريسيت للويندوز. انك تشيل كل البرامج والكلام ده كله من على الويندوز. ويندوز طبعا تن ما يديك اوبشن جميل جدا اسمه هنشوف ازاي ده يقدر يتعامل سواء من على الشاشة او من على الويندوز من جوة الويندوز نفسه. الموضوع بسيط جدا مسائل جدا. بس احنا هننتظر لانتلا ما يخلص الانتفيروس بتاعه ونبدأ نكمل مع بعض. زي ما انت شايف دلوقتي هو خلص خلص الاسكان ما فيش ادنى مشكلة فيه. هتدوس على اللي موجودة عندك ان هو تفوق. بمجرد بدوس على هتلاقي ما فيش هنا عندك ما فيش اي حاجة لاقاها. لما انت هتشوف هو عمل اسكان على ايه بتدوس على يطلع لك المسارات اللي هو عمل عليها الاسكان. طبعا ده ما انت شايف الجهاز مضيف ما فيش فيه اي مشكلة. هنا دلوقتي بقى هنشوف حكاية آآ ريسيت ماي كومبيوتر. هنشوفها دلوقتي отما بعد بتتعملي ازاي? علشان ما تقدر تعمل ويندوز ريتيت بتحتاج انك انت تخش علي الركافواري بتاعت ويندوز. عشان تخش عليها بتدوس على زرار شفت. بعد تيجي على ستارت تدوس على استارت وانت تدأس على زرار شفت. معتشرش ايدك من على زرار شفت. خالص. بعد ما بتدوس على استارت بتطلع لقدامك الشاشة اللي انت شافه قدامك دي. في هنا عندك ريستز pot بسي. بدوس بالماوس. هيطلع قدامك اختيارين. یا ام يأما Keep My File يأما Remove Everything Keep My File هو يحتفظ لك بالفايلز بتاعتك اللي موجودة في My Document اللي موجودة عندك على الجهاز واللي موجودة في الديسكتوب Remove Everything هيشيل كل حاجة بما فيها البرامج وبما فيها الفايلات بتاعتك Keep My File هيشيل لك البرامج بس وهيشيل الستينج بتاعت الويندوز بيطلع لحضرتك الاكاونت اللي انت كنت عامل له الباسورد بتاعته قبل كده بتكتب الباسورد وبتدوس على continue بعد ما بتكتب الباسورد الويندوز هيبدأ دلوقتي في الاجراءات الخاصة بان هو يعمل reset كيانه بيرجعه لحالة المصنع الموضوع ده بياخد شوية وقت وممكن يستغرق حوالي ساعة او ساعة او شوية زي ما انت شايف قدامك هنا بيقولك reset this PC هو هيشيل لحضرتك الحاجات الخاصة بالابليكيشن والبرامج اللي موجودة عندك على الجهاز اللي موجودة على البرتوشن سي وملفات اللي موجودة عندك على اي برتوشن تاني مش هتتأثر تماما تمام؟ وخلي بالك انك انت هنا لو في عندك اي برامج متسطابه هو كأنه هيعمل reinstall للويندوز من اول وجديد تاني فانت مجرد ما بتقرأ الكلام ده وتتفهمه كويس جدا هتعمل reset هيبدأ يعمل الموضوع ده طبعا انا مجرر الفيديو لانه طبعا هو استغرق اكتر من حوالي ساعة ونص بس بعد كده الجهاز بتاعك بيرجع كأنه لسه الويندوز بتاعه متسطب دلوقتي حالا بالتعريفات وبكل حاجة موجودة عندك على الجهاز بعد كده الويندوز زي ما انت شايف قدامك هيبدأ يعمل reinstalling للويندوز كأنه بيسطب الويندوز من اول وجديد تماما تمام؟ هياخد طبعا وقت اثناء الموضوع دوت الموضوع يا جماعة بيستهرك تقريبا زي ما قلت لك من ساعة ونص لساعتين ساعتك بتبقى متأكد ان الجهاز بتاعك وصل بالكهرباء لو هو اللابتوب لازم يكون وصل بالشاحن بتاعك وما يتفصلش من عليه وما تشغيلش على البطارية لان لو حصل اي مشكلة تبقى فيها حكاية ودخل دلوقتي على الاكاونت بتاعي قال لساعتك اعمل باسورد جديدة عملت باسورد جديدة وقلت له تشينج وأوكي هلاقي الويندوز قام قدامك مفيش فيه اي مشكلة كأن الويندوز متسطب من جديد مفيش فيه اي برامج موجودة عندك على الجهاز ملفاتك اللي كانت موجودة على السي الملفات الشخصية بما اني قلت كيب ماي فايل اي ملف موجود عندك على السي هيفضل موجود زي ما هو مش هيتشمل له حاجة طبعا الموضوع ده بياخد شوية وقت زي ما قلت لك مش عايزك تستعجل هادي الويندوز حمل معاك الملفات هي كانت موجودة على الدستكتوب زي ما هي ما تغيرتش تمام؟ ودائما انتم شفتم معنا يا جماعة الموضوع كان بسيط وكان سهل ما تنساش انك تعمل لايك وتعمل شير ولا مش مشتري في القناة تشتري في القناة واستنوني في الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم فيها مع بعض عن الرانسوموير وازاي نقدم نتعامل معاك وازاي نقدم نتفداه واشوفكم الحلقة الجاية